ما ترونه في هذا المشهد ليس بعمال بناء أو ترميم بل هم أساتذة مدرسة لأقوت الحموية في قضاء المقدادية فمع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد لجأ الأساتذة إلى تغيير ملابسهم ليباشروا بترميم مدرستهم وبناء قاعات دراسية وعلى نفقتهم الخاصة هنا عمل شعبي صار يومين بدينه به نحن والكادر والمحاضرين تبرع بالمال والجهد والعمل لنبدأ مخزنين هذا واحد والآخر منك وغرفة للمحاضرين لججها لأن تعرف المخزن الفرعي مال الكتب أخذ منه عدنا أربع صفوف فما بقت عدنا صفوف تكفينا للطلاب والمحاضرين فقررنا أنه نسوه هذا العمل للجماعي ونرى المحاضرين كلهم ويعني نحن شفنا المدرسة تحتاج إلى ترميم ومكان ما عدنا والمخزن أخذوا للنشاط فطوعنا من عدنا لأن مكان ما أكو طوعنا بأنه نبني ثلاث غرف ومخزن للمدرسة على مود شوية يصير مجال أنه بالكادر والتلاميذ يعملون لساعات متأخرة وتحت إشعة الشمس اللاهبة كواجب أخلاقي ومهنية في سبيل عدم الاستسلام للتقصير الحكومية والله إحنا حبنا التلاميذنا وحبنا العملنا وحبنا للتدريس هو اللي دفعنا وخلانا إحنا نتبرع ونجي نعمل يعني نجي إحنا من ساعة بالخمسة الصباح إلى ساعة بالثلاثة وبالأربعة العصر إحنا نشتغل في سبيل أن نطور يعني نطور عملية تعليمية نطور من شوية من الواقع التربوي حبنا للتلاميذنا أنه يدفعنا حبنا أنه المهنتنا تدفعنا أنه نطور نحو الأفضل إن شاء الله ما يقوم به هؤلاء الأساتيذة تدلئلون قاطعون على إخلاصهم لمهنتهم وحرصهم على بناء وتعليم الأجيال القادمة مهما واجهتهم من صعوبات وتحديات من محافظة ديالة عبدالي الباش قناة الرشيد الفضائية